نعلن في هذا اليوم المبارك على خطوة جبارة ومهمة في مسيرة حكومة الوحدة الوطنية وهي البدء الفعلي في مشروع إنشاء مصفات تكرير النفط ومصنع غاز الطهي بالمنطقة الجنوبية وسط أجواء احتفالية كبيرة تم توقيع إنشاء مصفات الجنوب أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها المؤسسة الوطنية للنفط بدعم من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لتحقيق التنمية المكانية نحن اليوم في احتفالية بهيجة لما تشيبا وشبابا نساء ورجالا جايين يشكر سيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على قراراته الجريئة والشجاعة فيما يخص دعمه لإنشاء مصفا ودوال للغاز في حقل الشرارة وباري له مننا ومن أهل الجنوب ومن شباب الجنوب كل التحايا والتقدير كما ننقل له رسالة شباب بلدية بنت بية اللي بعث فيهم الأمل والفرح من خلال دعمه لصندوق دعم الزواج وبحسب القائمين عليه فإن المشروع سيسهم بشكل فعال في حل أزمة نقص الوقود والغاز التي تعاني منها المناطق الجنوبية كما سيسهم في إحداث التنمية المكانية وسيعمل على استقرار المنطقة الجنوبية والدفع بعجلة الاقتصاد بها بالإضافة إلى خلق فرص العمل للعديد من أبناء المنطقة الجنوبية طبعا هذه المناسبة بمناسبة تدشيب مصفاة الجنوب حقل الشرارة ويعتبر هذا حدث تاريخي للجنوب طبعا هذا الحدث يعتبر مرحة متقدمة في توفير خدمات المواطنين بمنطقة الجنوب وفزان عامة وليبيا عامة بشكل عام وإن شاء الله تعالى نشحوا مشاريع أخرى حكود وحدة عاطنية ويأتي ضمن خطة عودة الحياة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أكد أن مشروع إنشاء المصفاه سيستغرق ثلاثة أعوام مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار مبينا أن إنشاء مصنع غاز الطهي سيستغرق ثمانية عشر شهرا لتتخطى قدرته الانتجية ثمانية آلاف استوانة يوميا وذكر صنع الله أن مشروع المصفاه سيوفر أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لتر من البنزين وأكثر من مليون لتر من الديزل يوميا فيما سينتج ستمائة ألف لتر من وقود الطائرات قيمة كبيرة ستدفع من خزينة الدولة مقابل مشروع قد ينهي معاناة سكان الجنوب إلا إذا كان للفساد قول آخر